نجران والفيصل مشاركتهم الخليجية اليوم سحبة القرعة في البحرين للأندية الخليجية ومؤكد أنهما يمثلان الكرة السعودية نتابع هذا التقرير ثم نعود استضافت العاصمة البحرينية المنام الخميس قرعة بطولة الأندية الخليجية الثامنة والعشرين لكرة القدم وأوقعت المنافسة الفيصل السعودي مع ممثل الإمارات فريق بنياس في المجموعة الرابعة وضمت المجموعة الأولى الممثل الثاني للكرة الإماراتية والمتوقع أن يكون أحد أندية دبي والشعب والظفرة مع الخور القطر والاتحاد العمني بينما جاء المحرق البحريني بطل النسخة الأخيرة في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي السالمية الكويت ونجران السعودي واستقرت تفرق الخريطيات القطري وكاظما الكويت والشباب العماني في المجموعة الثالثة بالنسبة للقرعة كما شفت اليوم أعتقد لكل راضي لأن المستوى تكون متقارب بين أندية دول الخليج نحن تأخرنا في القرعة بسبب عدم تسمية أندية الإمارات أندية سعودية خلصناها قبل مدة قصيرة ومشاركتها عادت من جديد ذاك أندية الإمارات لحد الآن طبعا نحن نسمينا واحد لكن ننتظر التسمية الثانية إن شاء الله خلال أيام عساس يكون الجدول ينزل بسهولة لو تأخر مشكلة إحنا ما نبغي نتأخر لأن الجدول مهم بالنسبة للتعادات وبالنسبة لأندية أعتقد البطولة مثل البطولات السابقة اللي بدأت تنافس فيها بشكل واضح أهم ميزة فيها أن المكافآت المالية اللي تم رفعها سواء كان المخصصات لكل لقاء أو جائزة البطولة مضاعفة جائزة البطولة أعتقد بيعطيها طعم خاص وأعتقد مستوى فني أرفع لأن الكل اللي حاول يوصل للجائزة الولى أو الجائزة أقلنا نقول جائزة المركز الثاني وأتمنى طبعا عندي كلها مثل ما مشينا سواء اللي طافت معظمها بدون مشاكل تمشي أيضا القرعة الجولة هاي أو البطولة 28 أيضا بدون مشاكل القرعة جرت في مقر لجنة المنظمة لدورة كأس الخليج بحضور أحمد النعيمي أمين عام لجنة التنظيمية الخليجية حيث رحب بممثيل الأندية المشاركة في نسخة الثامنة والعشرين مشيدا بحرص الاتحادات على إنجاح المنافسات ويحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال سعودي أما صاحب المركز الثاني فيحصل على مبلغ نصف مليون ريال طبعا بالنسبة للقرعة يمكننا أن نشوف أن القرعة المجمعات كلها متساوية في المستوى المستوى المتقارب عموما نحن في منطق الخليج مستوياتنا جدا متقاربة بالنسبة للمجمعاتنا يمكننا أننا فريقان وضلهم مثل الأمارات لحد الآن ما أسمي ومثل ما وعدونا راح يسمي إن شاء الله خلال اليومين أتمنى أننا صلاحة توفيق بالنسبة لنا في هذه المجموعة ونقدي إن شاء الله بصورة إيجابية إن شاء الله شوف ما بشك يمكن هي من السلبيات في البطولات اللي راحت كانت قلل يعني الجوائز كانت جدا قليلة فهم رفعوها السنة هذا عساس أنهم يعني يكون في هدف وفي طموح وفي منافسة على المركز هذا واتمنى أن يكون هذا حافظ جيد بالنسبة للفرق يعني وتقام منافسات الدور الأول بنظام الدوري ذهابا وإيابا على أن يتأهل الأول وثاني من كل مجموعة إلى ربع نهائي ويقام دور الثمانية بنظام اللقاء الواحد وتكون الأفضلية فيه للفرق التي تصدرت ترتيب المجموعات في خوض المباراة على أرضها وبين جماهيرها فيما تقام منافسات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب وكذلك الحال بالنسبة لمباراة نهائية وتنطلق مباريات البطولة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر العام الجاري على أن تقام المباراة نهائية في مايو من العام القادم 2013 للسعودية الرياضية ياسر نجم إذن كل الأمنيات بالتوفيق لنجران والفيصلي سامي ذكالك تعليق نعود مرة أخرى للمنافسات الخليجية بعد غياب نعم يعني أنا سعيد بمشاركة النجران والفيصلي طبعا الفرق المراتي يمكن ما نستهين فيه حتى بن ياس يعني لاعب مثل زيدان المصري يلعب لهذا الفريق السالمية الكويت من الفرق القوية المحرك طبعا من الفرق القوية لكن هذا بالتأكيد راح يشكل نعم نتصور عبء أيضا على البرمجة المحلية بما مع مشاركة النجران والفيصلي سنعود أيضا ربما يعني إلى مسألة التأجيل التأجيل يمكن أن نتصور كبير طيب تأجيل